بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم رح يكون المثلثات المتطابقة الضلعين والمثلثات المتطابقة الأضلع للصفة الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني سنقوم بحل تمارين فقرة تأكد نبدأ بالسؤال رقم واحد باستعمال الشكل المجاور أجب عن السؤالين الآتية إذا كان طول CB يطابق طول القطعة المستقيمة AB طبعا بهذا الشكل إذا كان هذا الطول يساوي هذا الطول فسمي زاويتين متطابقتين طبعا في المثلث نقول في السؤال الأول في المثلث ABC AB تطابق CB وهذا يؤدي نظرية إذا كان المثلث متطابق الضلعين فإن الزاويتان المقابلتان لهم متطابقتان أي بمعنى أن هذا يؤدي إلى أن الزاوية B A C تطابق الزاوية الزاوية B C A F هذه الزاوية مع هذه الزاوية كاملة طبعا بهذا الشكل على افتراض أن A E C غير موجود النقطة A على افتراض أنها غير موجودة بالنسبة إلى السؤال الثاني إذا كانت الزاوية E C A E C A هذه اللداخل هذه الزاوية تطابق الزاوية E A C تطابق هذه الزاوية شوف اللداخل فقط الجزء فسمي قطعتين مستقيمتين متطابقتين أيضا في المثلث الذي يوجد به زاويتين متطابقتين فإن الأضلاع المقابلة لهما متطابقان أي بمعنى أن هذا الآن هذه القطعة E C تطابق الس فنقول له طبعا القطعتان هما الأ E A تطابق E C هذا بالنسبة إلى سؤال واحد وسؤال اثنين ننتقل الآن إلى سؤال ثلاثة أوجد كل من القياسين الآتيين الآن طبعا عندي هذه الزاوية قياسها ستين وهذه الزاوية قياسها ستين كم قياس الزاوية H طبعا أولا نقول له قياس الزاوية H تساوي مئة وثمانين ناقص مجموع الزاويتين ستين زائد ستين مئة وعشرين يساوي ستين درجة إذن هذه ستين درجة إذن إذا تطابقت الزاوية الثلاث فإن المثلث متطابق الأضلاع بمعنى الآن المطلوب أوجد طول F F هذا F هذا يساوي 12 وأيضا هذا يساوي كم 12 إذن طول F يساوي 12 لأن المثلث متطابق الأضلاع الآن عندي المطلوب في سؤال أربعة أوجد قياس الأم يعني قياس الزاوية MRB MRB يعني هذه الزاوية بما أن المثلث نقول بما أن المثلث ليش عرفنا أنه متطابق الأضلاع بهذه الخطوط الثلاث بما أن المثلث MRB متطابق الأضلاع فإن جميع زوايا متساوية جميع زوايا متساوية أي بمعنى أن قياس الزاوية R المطلوبة نقول له 180 قسمة كم ثلاثة يساوي 60 درجة إذن قياسها 60 60 درجة وهذه تكون أيضا 60 درجة وهذه 60 درجة وهذا من خصائص المثلث المتطابق الأضلاع جميع زوايا متطابقة وكذلك جميع أضلاع ننتقل الآن إلى سؤال خمسة أيضا سؤال خمسة بنفس الطريقة أوجد قيمة المتغير في كل من السؤالين الآتيين نبدأ بسؤال خمسة طبعا لدينا هذه الزاوية T مع هذه الزاوية S زاويتان متطابقتان نقول له بما أن بما أن الزاوية S تطابق الزاوية T فإن الضلعان المتقابلان لهما واش يكونوا متساويان في الطول يعني هذه القيمة التسعة مع هذه القيمة هذا المقدار كامل فراح أقول له طبعا طول وهذا يؤدي إلى أن R S يساوي R T ضلعان متطابقان الـ R S كم يساوي 2 Z ناقص 15 يساوي 9 راح ننقل الـ 15 إلى الطرف الثاني تتحول إلى الموجب 2 Z يساوي 9 زائد 15 يساوي 24 وعشرين قسم الطرفين على 2 2 على 2 واحد يبقى عندي Z يساوي 24 قسمها 2 12 إذن قيمة Z يساوي 12 لو ضربناها الآن في هذا المقدار عوضنا عنها Z 2 ضرب 12 24 ناقص 15 9 إذن متطابقا هذا بالنسبة إلى سؤال 5 ننتقل الآن إلى سؤال 6 سؤال 6 واضح أنه عاطني طول الضلع نقوله بما أنه شوف W Y W Y يساوي W X اثنين هم يساوي كم ثمانية هذا ثمانية وهذا ثمانية فالزوايا المقابلة للضلعين متساوية فراح يقول له إذن هذا يؤدي إلى أن الزاوية الزاوية X تطابق الزاوية Y كم تساوي الزاوية Y الزاوية Y طبعا هنا 62 يساوي زاوية Y 4 X ناقص 2 راح انقل سالب 2 إلى الطرف الثاني راح يصير عندي 62 زائد 2 يساوي 4 X إذن 62 زائد 2 يساوي 64 وهنا عندي 4 X نقسم الطرفين على 4 إذن X تساوي 64 قسم 4 يساوي 16 إذن قيمة X تساوي 16 4 ضرب X 4 ضرب 16 يساوي 64 ناقص 62 62 هذا بالنسبة إلى سؤال 6 ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة القاطرة السريعة الشكل المجاور يظهر جزءا من سكة القاطرة السريعة المبينة في فقرة لماذا مكونة من مثلثات نبدأ بألف أو A إذا كان Q R وال S T عمودي على Q T أي بمعنى هذا هو عمودي أي أن هذه الزاوية قائمة وهذه الزاوية أيضا قائمة و R V S المثلث متطابق الضلعين يعني هذا الضلع مع هذا الضلع فأثبت أن المثلثان S T V S T V يعني هذا رقم واحد مع المثلث R Q V هذا رقم 2 إحنا عندي طبعا إثبات تطابق المثلثين يحتاج إلى ثلاثة أزواج من العناصر ضلعان وزاوية محصورة بينهما أو ثلاثة أضلاع أو ضلعان وزاوية ثالثة مو لازم تكون محصورة بينهما فإحنا الآن راح نبدأ نشوف عندي أنا ضلع وعندي ماذا زاوية ضلع وزاوية فهنا الآن لدينا راح نقول طبعا بما أن هذا المثلث متطابق لأضلاع نقول له هذه فقرة نقول بما أن المثلث R V S متطابق الأضلاع من هذا المثلث متطابق الأضلاع ماذا نستنتج نستنتج أن هذه R واحد وهذه R وهذه S اثنين نقول نستنتج أن الزاوية R تطابق الزاوية هنا طبعا نقول R واحد تطابق الزاوية S اثنين لماذا طبعا لأن من نظرية وين لأن الضلعان متطابقان فهذولا لازم يكون اللي يقابلوهم متطابقان هذا شرط الأول الشيء الثاني طبعا الزاوية R واحد نقول طبعا هذا موازي هذا قاطع الآن هذا قاطع والخطين R S و Q T متوازيان نقول بما أن R S يوازي Q T فإن هذا يؤدي إلى أن الزاوية R واحد الزاوية R واحد هذه R واحد تطابق الزاوية نخليها هذه V واحد تطابق الزاوية V واحد هذا نقول له شو تبادل داخلي نظرية أو مسلمة تبادل الداخلي أيضا يؤدي إلى أن الزاوية S 2 تطابق تطابق الزاوية بالتبادل الداخلي V 2 V 2 تطابق الزاوية V 2 أيضا تبادل داخلي وهذا يؤدي إلى أن الزاوية هذا يؤدي إلى أن الزاوية V واحد تطابق الزاوية V 2 ومن المعطيات الزاوية Q تطابق الزاوية T قائمتان هذا معطى إذن من هذا ومن هذه الزاوية ومن أيضا الضلعان المتطابقان ومن نقول له V R يطابق يطابق أيضا L V S L V S هذا يؤدي إلى أن B من خلال مسلمة A A S زاوية وضلع طبعا هذا مو محصور بينهما هذا يؤدي إلى أن هم متطابقان وبالتالي جميع النظائر الأخرى في المثلثين متطابقان إذن هذا يؤدي إلى أن المثلث واحد اللي حددنا يطابق المثلث في اثنين هذا هذا رقم واحد هذا الآن هذا المضلل مع هذا المضلل متطابقان واحد واثنين نشوف الآن B إذا كانت V R V R يساوي اثنين ونص هذا الآن يساوي يساوي اثنين ونص وكان Q R Q R هذا الآن يساوي اثنين هذا الآن اثنين فأوجد البعد بين المستقيمين ST و Q R ST هذا هو ST و Q R يعني لازم نجيب هذا الخط كامل أو هذا الخط كامل فهنا في هذه الحالة نوجد Q V ونضربه في اثنين طبعا هذا المثلث Q R نقول له المثلث Q R V قائم الزاوية قائم الزاوية نستخدم نظرية فيه ثاغورس الآن طبعا عندي آآ V Q هذا الآن فقرة بي V Q تربيع هذا طبعا الوتر يساوي Q R تربيع زائد آآ Q آآ V تربيع فهذا الآن موجود عندي اثنين ونص تربيع يساوي Q R اثنين تربيع زائد Q V احنا طبعا راح نقول له مباشرة باختصار Q V تحت الجدر آآ اثنين ونص في اثنين ونص يعطيني ستة فاصلة خمسة وعشرين ناقص أربعة آآ يعني اثنين فاصلة خمسة وعشرين طبعا هذا تحت الجدر يطلع واحد ونص اذا هذا بيكون طولة واحد ونص وهذا بيكون ايضا نفسه واحد ونص ليش نفسه طبعا لأن طبعا نقول له Q V تطابق V T اثبتناها في الفقرة وين A وبالتالي فإن هذا واحد ونص زائد واحد ونص هو البعد Q البعد بين QR و CT وبالتالي فإن البعد نقول له B البعد يساوي ثلاثة طبعا هو مو محدد ثلاثة متر ثلاثة متر لأنه نعطاني الوحدة هي بالمتر إذن البعد يساوي ثلاثة متر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر